أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قراراً رئاسياً بالعفو عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقهرة الجديدة كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم والحقيقة صحية السيد وزير الداخلية كنت أتكلم معاه فقالي خارجوا النهاردة بمعززين مكرمين هم 85 85 85 غارمة وحتى الغارمين وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت أنا بس عايزك تطمنهم يعني على الإجراءات بفضل هو حضرتك تفضلت بإصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل وهم عددهم 85 شخص أربعين سيدة وخمسة وأربعين رجل بعتوار أن الرجل رب الأسرة أيضاً يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم وتم فعلاً تنفيذ القرار وتم كمان حضرتك تفضلت بأن يكون فيه مساعدة المساعدة للمغفرج عنهم حضرتك لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم كل سلام